أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي أهمية استمرار العمل وبدل كل الجهود الممكنة من أجل تقديم برامج تحفيزية في قطاع الطيران باعتباره أحد المحاور الرئيسية في إنجاح خطط التنمية الاقتصادية وأوضح رئيس الوزراء خلال اجتماعه مع وزير الطيران المدني الفريق محمد عباس لاستعراض عدد من ملفات العمل أوضح أن الحكومة لديها مخطط يهدف لجذب 30 مليون سائح ومزيد من الحركة الجوية والسياحية للمقاصد السياحية في مصر بما يسهم في دعم الاقتصاد الوطني كما وجه مدبولي الشكر لكل العاملين بالوزارة والشركات التابعة على الجهود الكبيرة المذولة لفرق العمل المشكلة من مختلف التخصصات خلال قمة المناخ